اشتركوا في القناة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات دروس شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن ترجمة الإيمان مسلم رحمه الله تعالى باختصار ثم بعد ذلك بدانا في التعريف بصحيحه ووقفنا عند منهج الإيمان مسلم رحمه الله تعالى في ترتيبه لصحيحه فالإيمان مسلم رحمه الله تعالى قسم كتابه الصحيح إلى ثلاث أقسام وقسم الطبقات إلى ثلاث طبقات أي أنه قسم الحديث نفسه إلى ثلاث أقسام وقسم الرواة إلى ثلاث طبقات وكل طبقة مرتبطة بالقسم فالطبقة الأولى مرتبطة بالقسم الأول والطبقة الثانية مرتبطة بالقسم الثاني والطبقة الثالثة مرتبطة بالقسم الثالث فهو يروي عن الحفاظ الضابطين المتقنين الأئمة الأعلام في القسم الأول يروي عن هؤلاء الثقات الحفاظ الضابطين المتقنين في القسم الأول ثم بعد ذلك يروي للطبقة الثانية في القسم الثاني وهم أقل درجة وهم أقل درجة من القسم أو من الطبقة الأولى ولكن هؤلاء الذين في الطبقة الثانية لم يخرجوا عن حد الاحتجاج فهم أهل صدق وعدل وأمانة ولكن كل ما في الأمر أن روايتهم تنزل درجة عن رواية الحفاظ المتقنين أصحاب الطبقة الأولى فمسلم رحمه الله تعالى يأتي إلى الطبقة الأولى فيروي أحاديثهم ثم بعد ذلك يأتي إلى أهل الطبقة الثانية في هذا القسم وللقسم الثاني يروي لهم استئناسا وتأصيلة بعد القسم الأول وبعد الطبقة الأولى أما الطبقة الثالثة فهم قوم يختلف فيهم أهل العلم بين جرح وتعديل الطبقة الثالثة رواتها مختلف فيهم بين جرح وتعديل فمنهم من يوثقهم ومنهم من يضعفهم فالإمام الأسلام رحمه الله تعالى حين أورد رواية هذه الطبقة الطبقة الثالثة إنما أوردها استئناسا أي لمجرد أن تكون شاهدا لرواية الأولى والثانية ولم يريدها تأصيلا واحتجاجا ولم يريدها على أنه ليس في الباب غيرها بل هناك أحاديث من الطبقة الأولى والطبقة الثانية قد صحة في الباب من خلال الطبقة الأولى والقسم الأول والطبقة الثانية والقسم الثاني فكونه أوردها لم يريدها كونه أوردها لم أو لم يريدها لا يؤثر ذلك في الحكم العام فبان لنا بهذا أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام كما قسم الرواة إلى ثلاثة أو إلى ثلاث طبقات والإمام مسلم رحمه الله تعالى هو من أئمة الجرح والتعديل الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو إمام في الجرح والتعديل وما كان للإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يورد حديث من رده وروايته وخبره فلا شك أن أهل الطبقة الثالثة إنهم أقوام اختلف فيهم أهل الجرح والتعديل وكون مسلم رحمه الله تعالى احتج بهم فلا بد أن يكون له قول حسن فيهم بمعنى أنه وإن كانوا ضعفا عند غيرهم إلا أنهم ثقات عنده رحمه الله تعالى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى ذكر أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفته المنية قبل أن يفي بما وعد به يقول فلم يأتي إلا بالطبقة الأولى وهذا رأيه رحمه الله يقول أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى توفي قبل أن يأتي إلى هذه الأقسام التي ذكرها في المقدمة فهو لم يأتي إلا بالطبقة الأولى فقط وتبعه على هذا القول تبعه على هذا القول الإمام البيهقي تلميذه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ولكن هذا الكلام رده أهل العلم ومنهم القاضي عياض رحمه الله تعالى أبين أن مسلم رحمه الله تعالى وفى بهذا التقسيم في صحيحه وهذا القول هو القول الراجح وهو القول الصواب بمعنى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أتى بهذه الطبقات الثلاث وبهذه الأقسام الثلاثة في كتابه فبدأ بالحفاظ المتقنين الأئمة الأعلام ثم وهؤولهم الطبقة الأولى وأتى بأحاديثهم ثم بعد ذلك أتى برواية الطبقة الثانية وهم أقل درجة من الطبقة الأولى وهم من أهل الصدق والعدل والأمانة وممن يحتجوا بهم وهتان الطبقتان الطبقة الأولى والثانية أوردهما لمن مسلم أصلا تأصيلا وأما الطبقة الثالثة وهم طبقة المختلف فيهم ما بين ضعيف المختلف فيهم عند أئمة الجرح والتعديل فمنهم من ضعفهم ومنهم من وثقهم فأتى بهم رحمه الله تعالى ليس في الأصول وإنما في المتابعات والشواهد رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح وهو القول الصواب بعد ذلك سننتقل إلى مميزات صحيح مسلم ما هي المميزات التي امتاز بها صحيح مسلم على صحيح البخاري الإمام مسلم رحمه الله تعالى امتاز عن الإمام البخاري ببعض المميزات ومن هذه المميزات أولها أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى سلك مسلكا في صحيح وهو أنه سلك طريقة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه كاعتنائه بالتميز بين حدثنا وأخبرنا وحدثنا وحدثني حدثنا وأخبرنا وحدثني وحدثنا فالإمام مسلم رحمه الله تعالى يميز ويفرق بين حدثنا وأخبرنا فحدثنا هو أن يقرأ الشيخ والتلاميذ يسمعونه فالتلميذ عندما يسمع الشيخ يقرأ فيقول بعد ذلك حدثنا وأما أخبرنا فالتلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع إذن الفرق بين حدثنا وأخبرنا الفرق بين حدثنا وأخبرنا أن حدثنا الشيخ هو الذي يقرأ هو الذي يقرأ الأحاديث والأسانيد والتلاميذ والطلاب يسمعون له فعندما يأتي بعد ذلك التلميذ يريد أن يحدث عن شيخه فيقول حدثنا حدثنا فلا وأما أخبرنا أخبرنا فإن التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع وعليه فيقول الطالب أو التلميذ عن شيخه يقول أخبرنا إذن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يميز بين حدثنا وأخبرنا كذلك يميز بين حدثني وحدثنا يميز بين حدثني وحدثنا وحدثنا فمتى يقول حدثني ومتى يقول حدثنا يقول حدثني فيما إذا حدث الشيخ التلميذ لوحده إذا حدث التلميذ إذا حدث الشيخ التلميذ لوحده يقول حدثني وأما إذا حدث حدثه في المجلس إذا حدث الشيخ في المجلس فالتلميذ يقول حدثنا إذن ما يمتاز به الإمام مسلم رحمه الله تعالى الإمام البخاري أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يميز بين حدثنا وأخبرنا وبين حدثني وحدثنا كذلك اعتنى مسلم رحمه الله تعالى بضبط الألفاظ في مته الحديث أو صفة الراوي أو نسبته أو غير ذلك ومما يمتاز به الإمام مسلم رحمه الله تعالى وانفرد بهذه الميزة عن الإمام البخاري أن صحيح الإمام مسلم رحمه الله أسهل تناولاً من صحيح الإمام البخاري فإن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يورد أحاديث الباب يورد أحاديث الباب كلها في مكان واحد فكل الأحاديث وطرق هذه الأحاديث يوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى تحت هذا الباب وفي هذا الموضوع فالإمام مسلم إذا أراد أن يحتج لباب أورد أدلته كما قلنا على التقاسيم والطبقات وكانت روايته متتابعة في الباب الواحد فالذي يريد أن يبحث عن حديث أو عن باب عند الإمام مسلم عند الإمام مسلم يجد هذا الحديث بكل طرقه التي رواها مسلم في مكان واحد فلو أنك مثلا أردت أن تبحث عن حديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات لو جدت أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب الإمارة في موطن واحد في موطن واحد فهو قد جمع طرقه في موطن وفي مكان واحد في كتاب الإمارة وكذلك الأحيث الأخرى فمثلا حديث حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست كذلك الإمام مسلم يورد كل طرق هذا الحديث تحت باب واحد وهذا أسهل تناولا لطالب العلم فإنه عندما يريد أن يبحث عن حديث عند مسلم في صحيحه فإنه يجد هذا الحديث بطرقه كلها في مكان واحد وتحت باب واحد بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث ويجعله في عدة أبواب وتحت عدة أبواب ولذلك حديث إنما العمل بالنيات الذي قلنا سابقا بأن الإمام مسلم رحمه الله جعله تحت في باب واحد الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعله في عدة مواطن بلغت سبع مواطن في الصحيح ولا شك أن تطيع الحديث يذهب ببهائه ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما قطع هذا الحديث أو هذه الحديث وجعلها في عدة أبواب إنما قطعه لفائدة فقهية أو لنكتة حديثية أو غير ذلك فهو يريده في سبعة أبواب فإذا رجعت إلى هذا الحديث عند البخاري تتعب في جمع طرقه وتحتاج إلى أن تعود إلى كل الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مضانها كذلك من ما يمتاز به الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقبل ذلك سأكثر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة مئة وسبعة وعشرين قال حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح البخاري وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى بخلاف البخاري فإنه يفرق هذه الدقائق المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها يذكرها في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به لدقيقة يفهمها الإمام البخاري رحمه الله تعالى نفسه فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث إلى آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والإمام النوي رحمه الله يقول وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غالطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مضانها السابق إلى الفهم وهذا بسبب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث ويجعله في عدة أبواب فطالب العلم عندما يريد أن يبحث عن هذا الحديث فإنه يصعب عليه ولكن من فضل الله عز وجل بعد ظهور هذه الفهارس وكتب الأطراف أصبح الأمر سهلا والحمد لله لكن يبقى هذه ميزة عند الإمام مسلم وهو أنه يجمع أحاديث كل باب في مكان واحد ويجمع طرقه على حسب الترتيب الذي ذكره في مقدمة صحيحي وذكرناها سابقا البيزة الثالثة التي يمتاز بها الإمام مسلم على الإمام البخاري قلة المعلقات في صحيح مسلم والمعلق هو ما حذف من أول إسناده الحيث المعلق هو ما حذف من أول إسناده قد يحذف الإسناد كله ويقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد يحذف بعض الإسناد فالمعلقات عند الإمام مسلم قليلة قليلة جدا إذا قرنت بالمعلقات عند الإمام البخاري فالمعلقات عند مسلم كما قال أبو علي الغساني بلغت أربعة عشر حديثا فهي أقل بكثير جدا من المعلقات عند الإمام البخاري فهذه هي الميزة الثالثة التي امتاز بها مسلم رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري وهذه الميزة هي أن المعلقات عند الإمام مسلم أقل بكثير جدا منه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد بلغت فقط أربعة عشر حديثا وعلى كل فإن الأمة حين تلقت هذين الكتابين بالقبول تلقتهما على الإجمال لا على التفصيل بدليل أن هناك بعض الأئمة كالدار غطني وغير انتقد على البخاري ومسلم بعض الروايات فتبين أن قبول الأمة لهذين الكتابين إنما هو على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل أي أنها تلقت الكتابين هكذا جملة وقدمتهما على رأس الكتب المصنفة فهما أصح الكتب المصنفة ثم اختلف أهل العلم في أيهما أصح البخاري صحيح البخاري أم صحيح مسلم اختلفوا على ثلاثة أقوال فمنهم من جعل الكتابين سواء يعني البخاري كمسلم ومسلم كالبخاري ومنهم من قدم البخاري على مسلم وهذا هو قول جمهور وهو القول الراجح وهو القول الصواب ومنهم من قدم مسلما وهذا قول مرجوح ذكرنا مميزات صحيحة لإمام مسلم فيجدر بنا كذلك أن نذكر مميزات صحيحة لإمام البخاري رحمه الله تعالى أولا الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو تلميذ للإمام البخاري الإمام مسلم هو تلميذ للإمام البخاري والإمام مسلم بنفسه اعترف أن الإمام البخاري ليس له نظير في الحديث ولا شك أن الإمام البخاري لا شك أن صحيحه مقدم على صحيح تلميذه وخريجه الإمام مسلم وذلك من عدة أجوب صح أن مسلم رحمه الله كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في الحديث حتى ثبت عنه أنه قال يعني قال لشيخه التلميذ يقول لشيخه البخاري قال دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الأدب الجم الرفيع من مسلم للبخاري ومسلم رحمه الله حينما قال هذا القول لم يكن تلميذاً وإنما كان إماماً الإمام مسلم عندما قال للبخاري دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث قال هذه العبارة وقال هذا الكلام وهو إمام وكان إماماً فلم يقل هذا القول وهو تلميذ لم يقل هذا القول وهو قد قرأ كتاباً واحداً كما يفعله بعض الناس وبعض التلاميذ اليوم وإنما صار إماماً وصار شيخاً وشهد له الأمة الكبار بإمامته وبحفظه وبإتقانه ومع ذلك يأتي لإمام البخاري ويقول له هذه العبارة دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث ولم يقل له أقدم رأس أقبل رأسك أو أقبل يدك وإنما قال أقدم أقبل قدميك فقوله يا طبيب الحديث أياماً ينقب على الأحاديث وعن عللها فيميز منها الصحيحة من السقيم فهذا اعتراه من إمام مسلم رحمه الله تعالى للإمام البخاري بأن الإمام البخاري ليس له نظير في الحديث وفي علله ويقول الإمام الدار قطن رحمه الله يقول إمام الدار قطن رحمه الله تعالى لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء فإذن مسلم رحمه الله تعالى إنما هو تلميذ وخريج لأمام البخاري والبخاري أجل من مسلم وأعلم في صناعة الحديث منه وقد انتخب علمه ولخص مرتضاه وهذبه في ست عشرة سنة أما مسلم رحمه الله فقط صنف صحيحه كما أسلفنا سابقا في خمس عشرة سنة كذلك مما يمتاز به البخاري على مسلم شرط البخاري وهو أن شرط البخاري أقوى وأشد من شرط مسلم فالإمام البخاري رحمه الله تعالى من شرطه في كتابه الصحيح هو إثبات اللقية بين التلميذ وبين الشيخ يشترط الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يلتقي التلميذ بالشيخ وهذا لا شك أن هذا الشرط أشد بخلاف شرط الإمام مسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا يشترط هذا الشرط وإنما يكتفي بمجرد المعاصرة يكتفي الإمام مسلم رحمه الله تعالى بمجرد المعاصرة بمعنى أن الشيخ والتلميذ يكونان في عصر واحد وأما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة وإنما يشترط أن يلتقي التلميذ بالشيخ فهو يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه وعليه فيكون هذا الشرط أقوى ممن اكتفى بمجرد المعاصرة الإمام مسلم اكتفى بمجرد المعاصرة فإذا كان التلميذ والشيخ في عصر واحد يكتفي الإمام مسلم بهذا الأمر بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنه يشترط ثبات اللقاء بين التلميذ وشيخه وعليه فإذا كان هذا هو شرط الإمام البخاري فيعتبر صحيح البخاري أصح وأرجح وأقوى من صحيح الإمام مسلم لماذا؟ لأن شرط الإمام البخاري أقوى وأسد وأشد من شرط الإمام مسلم كذلك من المرجحات التي ترجح بها صحيح البخاري على صحيح مسلم أن الرجال المتكلم فيهم عند الإمام البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم عند الإمام مسلم وهذا في حد ذاته كاف لترجيح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم لأن النقد الموجه الرجالي عند الإمام البخاري أقل من النقد الموجه إلى الرجال عند الإمام مسلم رحمهم الله جميعا كذلك من المرجحات التي يترجح بها صحيح البخاري على صحيح مسلم أن الرجال المطعون فيهم عند الإمام البخاري هم شيوخه وأما الرجال المتكلم فيهم عند الإمام البخاري هم شيوخه وأما المطعون فيهم عند الإمام مسلم فليسوا بشيوخه وإنما هم من شيوخ الشيوخ أو من فوقهم ولا شك أن التلميذ أدرى وأعلم بشيوخه من غيرهم فالإمام البخاري رحمه الله تعالى هو أعلم وأدرى بشيوخه فلذلك هؤلاء الرواة وهؤلاء الرجال المتكلم فيهم عند الإمام البخاري هم من شيوخه والإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما أخرج عن هؤلاء الشيوخ أحاديثا فإنه لا شك أنه أعلم بهم وأدرى بهم فانتقى أحاديثهم التي ليس فيها أي كلام وليس فيها أي علم بخلاف الإمام مسلم فهم ليسوا من شيوخه وإنما هو من شيوخ شيوخه أو من كان فوق هؤلاء ومعلوم أن الرجل إن كان يعلم أن شيخه وجهت إليه التهم فلا شك أنه يتحفز ويتأهب للرواية عنه وينتقي حديثه ومعلوم أنك إذا كنت شيخا لي وأنا أعلم أن حديثك فيه نظر فهذا يدفعني إلى انتقاء حديثي ولا أخذ منه إلا أجوده وأحسنه فالرجال الذين انتقدوا على إمام البخاري هم شيوخه وقد اهتم بحديثهم واعتنى بحديثهم وميز بين صحيحه وسقيمه فاختار الجيد وترك الرديء وأخذ الصحيحة وترك ما فيه علم أما الإمام مسلم فلا شك أن الرواة الذين انتقدوا عليه إنما هم كما أسلفنا شيوخ شيوخه ومن فوقهم ولذلك فإن تمييزه بين هذه الروايات قد يكون فيه نظر وهذا أيضا مرجح يرجح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثم الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما يخرج الأحاديث فإنه يخرج عن طبقتين الطبقة الأولى وهم أصحاب الحفظ والإتقان ومن أئمة الأعلام الثقات المتقنين الحفاظ يخرج لهم في الأصل عصولا والطبقة الثانية وهم أقل درجة وهم أهل الصدق والعدل والأمانة وهم أقل درجة من الطبقة الأولى يخرج لهم الإمام البخاري في المتابعات والشواهد بخلاف الإمام مسلم ذكرنا أنه يخرج عن الطبقة الأولى والطبقة الثانية في الأصول الطبقة الثانية التي يخرج لها البخاري في المتابعات والشواهد الإمام المسلم يخرج لهم في الأصول فهذا يدل على أن صحيح الإمام البخاري أرجح من صحيح الإمام مسلم كذلك مما يمتاز به الإمام البخاري رحمه الله تعالى التبويب تبويب صحيحه والإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر الكتاب ثم يذكر بعد ذلك الأبواب أما الإمام مسلم كما أسلفنا فإنه يذكر الكتاب ولا يذكر الأبواب لم يبوّب وإنما الذين بوّبوا لصحيحهم الشرّح الشرّح الصحيحهم الذين بوّبوا له أما هو فلم يبوّب بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنه فإنه يبوّب ويذكر الأبواب تحت الكتب والإمام البخاري عندما أسلفنا وذكرنا أنه يقطع الحديث يقطع الحديث من أجل أن يجعله في الباب الذي يناسبه ولذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كل ما في صحيحه الرواية الرواية أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهو قد جمع بين الرواية والدراية جمع الإمام البخاري رحمه الله في صحيح بين الرواية والدراية ويظهر ذلك في تبويبه يظهر ذلك في تبويبه وقد قيل إن فقه الإمام البخاري في تبويبه فقه الإمام البخاري في تبويبه ولذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يكن محدثا فقط وإنما كان محدثا وفقيا كان محدثا وفقيا فلذلك ظهر فقه رحمه الله تعالى في تبويبه لصحيحه ظهر فقه في تبويبه لصحيحه بخلاف الإمام مسلم فإنه ما ذكر فقط لم يذكر فقط إلا أحاديث الرواية فالإمام البخاري جمع بين الرواية والدراية فهو محدث وهو كذلك فقيه رحمه الله تعالى وكذلك شيخه الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان محدثا وفي الوقت النفسي كان فقيها فهو جمع بين الحديث والشق وكذلك الإمام مالك كان محدثا وكذلك كان فقيها وكذلك الإمام الشافع كان محدثا وكان فقيها وهذا رد على من يقول أن بعضهم أن منهم من هو محدث وليس بفقيه وأن بعضهم فقيه وليس بمحدث أنهم فقهاء وليسوا بمحدثين أو أنهم محدثون وليسوا بفقهاء ولكن هؤلاء الأئمة الأعلام هؤلاء الأئمة الكبار أمثال الإمام البخاري الإمام أحمد بن حنبل الإمام الشافعي الإمام مالك وغيرهم جمعوا بين الحديث وبين الفقه إذن ما يمتاز به الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بوب لصحيحه وظهر فقهه في هذا التبويب ظهر فقه رحمه الله تعالى في هذا التبويب هناك ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الجواب على من انتقد على الإمام المسلم رحمه الله تعالى في روايته في صحيحه وعن بعض من تكلم فيه الجواب عن النقاد الذين انتقدوا صحيح الإمام مسلم في بعض رواياته في صحيحه وبعض من تكلم فيه وقد ذكر هذا الجواب على هؤلاء النقاد الشيخ أبو عمر بن الصلاة رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى عاب عائبون مسلما برواياته في صحيحه قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى عاب عائبون مسلما برواياته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح أيضا قال والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها أحدها أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده إذن أول السوب الأول يقول هؤلاء الرواه الذين انتقدوا على الإمام مسلم هم ثقات عندهم هم ثقات عنده إذن السوب الأول قال أحد أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غيره ولكنه ثقات عنده فهذا الراوي المتكلم فيه والذين تقد على الإمام مسلم أنه أخرج حديثه هذا الراوي مختلف فيه فهو إن كان ضعيفا عند بعض العلماء لكنه ثقة عند غيرهم وهو ثقة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى إذن هذا الراوي الذي انتقد على مسلم إخراج حديثه هو ثقة عنده وإن كان ضعيفا عند غيره قال والثاني أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعة لا في الأصول أن يكون واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول وسبق معنا أن ذكرنا أن هؤلاء الرواة المختلف فيهم جعلهم الإمام مسلم في الطبقة الثالثة في القسم الثالث وهم في المتابعات والشواهد لا في الأصول وأما في الأصول فقد روى عن الطبقة الأولى وهم الحفاظ المتقنين وعن الطبقة الثانية وهم أقل منهم درجة وهم أصحاب صدق وعدل وأمانة وأما الطبقة الثالثة فإنه أوردهم رحمه الله تعالى في المتابعات والشواهد لا في الأصول إذن الجواب الثاني الذي يجاو به الحافظ بن الصلاح قال أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول يقول وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا وهم رجال الطبقة الأولى والطبقة الثانية ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو بأسانيد فيها بعض الضعفة على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه قال وبالمتابعة والاستشهاد اعتذر الحاكم أبو عبد الله في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقيم الواليد ومحمد بن إسحاق وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد أخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين والله تعالى أعلم الرد الجواب الثالث قال أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه الجواب الثالث الذي أجاب به الذي أجاب به الإمام أبو عمر بن الصلاح عن الذين انتقدوا الإمام مسلم لإخراجه لبعض الرواة المتكلم فيهم قال أن يكون ضعف الضعيف هذا الذي احتج به الإمام مسلم طرأ عليه بعد أخذه عنه يعني يكون هذا الراوي عندما أخذ عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ليس فيه أي قادح فأخذ عنه قبل أن يقدح فيه وعلى سبيل المثلال الإختلاط فبعض الرواة يختلط في آخر عمره ويتغير يختلط ويتغير ويقال تغير بآخره أو يقال اختلط فيكون هذا الراوي ضعيف وسبب ضعفه ماذا هو الإختلاط وهو التغير الإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما أخرج حديث هذا الراوي فإنه أخرج حديثه قبل أن يختلط هذا الراوي قبل أن يختلط هذا الراوي ولذلك هذا الراوي إذا اختلط هل تقبل روايته أم لا فصل العلماء في روايته فقالوا روايته قبل الإختلاط مقبولة وروايته بعد الإختلاط مردودة الإمام مسلم رحمه الله تعالى الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الراوي المتكلم فيه بهذا القادح أخذ عنه قبل قبل اختلاطه وقبل أن يتغير وعليه قد أفاجأ أبو عمر بن الصلاح عن هذا الراوي الضعيف أن الإمام مسلم رحمه الله قد أخذ عن هذا الراوي قبل اختلاطه وقبل تغيره قال كما في أحمد بن عبد الرحمان بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب قال فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك من الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك يعني قبل أن يختلطوا قبل أن يختلطوا قبل أن يختلطوا الجواب الرابع قال أبو عمر أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي إيش معنا هذا الكلام؟ يقول ابن الصلاح هذا الراوي الذي روى عنه الإمام مسلم وهو متكلم فيه روى عنه من أجل أن إسناده عالي أن إسناده عالي وعلو الإسناد هو قلة الرواه ما بين المصنف وما بين النبي صلى الله عليه وسلم فكلما قل الرواه كلما كان الإسناد عالي وكلما كثر الرواه كلما كان الإسناد نازل فهنا الإمام مسلم عندما أخرج حديث هذا الرايو المتكلم فيه من أجل علوي الإسناد ثم إن هذه الرواية التي أخرجها الإمام مسلم هي أصلا موجودة برواية الثقات لكن بالرواية النازلة وليس بالرواية العالية فهو أخرج هذه الرواية من أجل علوي الإسناد رحمه الله تعالى قال بعد ذلك أبو عمر قال أبو عمر وهذا مقام وعر وقد مهدته بواضح من القول لم تره مجتمعا في مؤلف سبق ولله الحمد قال وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف عن نظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك بمعنى أن ليس كل راو أخرج له البخاري أعفوا المسلم ليس كل راو أخرج له مسلم في الصحيح أن نعتمد على هذا ونصحح أحاديثه لا نعتمد على إخراج مسلم لهذا الراوي في صحيحه أن نصحح أحاديثه في الكتب الأخرى في السنن مثلا وإنما ينظر كيف روى له مسلم وعلى أي وجه روى عنه عنه وهذا أمر لابد منه قال والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى كلام أبي عمر ابن الصلاة رحمه الله تعالى وهو حقيقة بحث نفيس وتحقيق أنيس والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوب أنا وجدت كلام لشيخ الإسلامي تيمير رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة صفحة ستة وثمانين وكذلك هو موجود في مجموعة الفتاوى في الجزء الأول صفحة ميتين وستة وخمسين قال ولا يبلغ تصحيح مسلم بمبلغ تصحيح البخاري بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب وهذا ترجيح لصحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم قال والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقه فيه قال وقد تذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلل منه ولهذا كان معاية البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لألا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه قال ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه وهذا ترجيح لصحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم ذكر بعض الأحاديث التي انتقجت على الإمام مسلم والحق فيها على من اتقده قال شيخ الإسلام كما روى في حديث الكسوف يعني الإمام مسلم كما روى الإمام مسلم في حديث الكسوف أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بثلاث ركعات وبأربع ركعات قال كما روى في حديث الكسوف أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بثلاث ركعات وبأربع ركعات كما روى أنه صلى بركوعين قال هو الصواب أنه لم يصلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا بركوعين إلا بركوعين وأنه لم يصلى الكسف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم وقد بيّن ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع يعني ثلاث ركعات وأربع ركعات في ركعة واحدة فيها أنه صلىها يوم مات إبراهيم ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان ومن نقل أنه مات عاشر الشريف فقد كذب إذن هذا الحديث ذكر فيه الشيخ الإسلام يتمير رحمه الله أن من انتقده على الإمام مسلم فالحق لمن انتقده وأن الإمام مسلم أخطى في إدخاله في هذا الحديث في الصحيح قال وكذلك روى مسلم يعني آتى بحديث آخر انتقد على الإمام مسلم قال وكذلك روى مسلم حديث خلق الله التربة يوم السبت قال ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى ابن معين والبخاري وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والحجة مع هؤلاء يعني مع هؤلاء الذين نازعوا الإمام مسلم في هذا الحديث قال فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة وقد روى بإسناد الصحة من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد قال وكذلك وهذا هو الكلام ما زال لشيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله قال وكذلك روى الإمام مسلم أن أبا سفيان لما أسلم أن أبا سفيان رضي الله عنه لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا قال وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ ثم قال ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها قال وبسط الكلام في هذا له ما وضع آخر انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله تعالى وذكر في هذا أن هناك أحاديث يسيرة انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهي قليلة جدا بالنسبة لأحاديث الكتاب فإن وكذلك من تقد على الإمام البخاري هي أحاديث يسيرة وقد رد على هذه الانتقادات بالنسبة لصحيح البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب هدي الساري في الفصل الثامن رد عليها حديث حديث وبيّن أن الحق والصواب مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى ثم بالجملة فإن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول بالجملة ليس بالتفصيل كما أسلفت ولعل النقطة الأخيرة هي شروح صحيح مسلم شروح صحيح الإمام مسلم علماء كثيرون نذكر منهم أولا المعلم بفوائد مسلم كتاب المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبد الله محمد ابن عالي ابن عمر المازري المتوفى سنة ستة وثلاثين بعد الخمسمية الكتاب الثاني إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم بالقاضي أبي الفضل عياضي بالموسى اليحصبي المتوفى سنة خمسمية واربع وربعين هجرية فهذا الكتاب كتاب القياضي عياض هو إكمال لكتاب المازري اللي هو المعلم بفوائد مسلم ولذلك سمهه إكمال المعلم كذلك من الكتب التي شرحت صحيح مسلم المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام أبي العباس أحمد ابن عمر القرطبي المتوفى سنة ستة وخمسين بعد الستمية وكذلك ممن شرح صحيح مسلم المنهاج الإمام النووي في كتابه المنهاج الشرح صحيح مسلم ابن حجاج للإمام محي الدين يحيى ابن شرف ابن مري النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ستة وسبعين بعد الستمية وهو شرح وسط جمع عدة شروح سبقت وهو من أشهر صحيح الإمام مسلم كذلك من الشروح إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الأبي التونسي المتوفى سنة سبعين وعشرين بعد الثمانمائة فتضمن كتابه هذا الكتاب تضمن كتب المازري وعياض والقرطبي والنووي سمه إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الأبي التونسي فهو أكمل إكمال المعلم ففيه المعلم للمازري وفيه إكمال المعلم للقاضي عياض وفيه كذلك المفهم للقرطبي وفيه كذلك المنهاج وهو النووي فهو تضمن هذه الشروح الأربعة التي سبقته مع زيادات مكملة وتنبيهات كذلك كذلك من الشروح مكمل إكمال الإكمال مكمل إكمال الإكمال لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني المتوفى سنة خمسة وتسعين بعد ثمانمية كذلك من الشروح الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج وهو شرح جلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمائة ودعشر كذلك من الشروح شرح الشيخ علي القاري الحنفي نزيل مكة كذلك من الشروح كتاب السيراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم ابن الحجاج لصديق خان القنوجي وكذلك من الشروح فتح الملهم بشرح صحيح مسلم تاليف شبير العثماني ومما شرح كذلك مسلم تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم تاليف محمد التقية العثماني وكذلك ممن شرح مسلم الشيخ موسى الشاهين لاشين في كتابه فتح المنعم شرح صحيح مسلم وكذلك ممن شرح مسلم المعلم بشرح المختار من صحيح مسلم تاليف محمد محمد السماحي من علماء لازر وكذلك ممن شرح مسلم كتاب منة المنعم شرح صحيح مسلم من تاليف الشيخ صفي الرحمن المبارك وكذلك من الذين شرحوا صحيح مسلم الشيخ محمد الأمين ابن عبدالله الهراري في كتابه الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم ابن حجاج وعلى هذا يكون في هذين اللقاءين قد أخذنا نبذة مختصرة عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعن ترجمته ونشأته ورحلاته وشيوخه وتلاميذه وولادته ووفاته ثم بعد ذلك أخذنا كذلك نبذة مختصرة عن صحيحه رحمه الله تعالى وذكرنا ما يمتاز به مسلم على البخاري وممتاز به البخاري على مسلم وكذلك أيهما أرجح صحيح مسلم أم صحيح البخاري وذكرنا أقوال أهل العلفي ذلك وذكرنا الراجحة وهو قول الجمهور وهو أن صحيح البخاري أرجح وأصح من صحيح المسلم وذكرنا أدلة ذلك ومرجحات ذلك وفي الأسبوع القادم إن شاء الله وفي اللقاء القادم نبدأ بمشيئة الله عز وجل بشرحي الصحيح ونبدأ بكتاب الإيمان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا اللهم أرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونعوذ بك اللهم من كل علم لا ينفع ومن كل قلب لا يخشع ومن كل نفس لا تشبع ومن كل دعوة لا يستجاب لها ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما عملنا نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما عملنا وأن يوفقنا لذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر